وأصبحت الناس عيشة إزاي ده تم تسكين تلتمية تلات تلاف وتلات تلاف وتلتمية أسرة شو بقى ادرب بقى الأسرة في معدل خمسة بالزبط كده ده دي اسكندري برضو اسكندري فيها مشروعين كبار بشار خير ثلاثة وبشار خير خمسة المشروعين دول فيهم حوالي ما يقلش عن عشر تلاف وخمسمية وخمستاشر ألف وستمية يعني حوالي نوصل ستة وعشر ألف وكسور للتلاتة وخمسة سكنو ولا لا هيسكنو لستة يعني التلاتة إن شاء الله قبل نهاية 2019 يكون منتهي وخمسة في منتصف 2019 2020 يكون خلصان إن شاء الله ده في اسكندري 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 الوحدة أعتقد الميزانية بتاعت أو الحجم السمرات في عمال العشوائيات في اسكندرية تجاوز العشرة مليار جنيه عشرة مليار شكل واضح كتطوير عشوائي كتطوير عشوائي اسكندري بس اسكندري بس كلفت عشرة يعني هتتكلف عشرة مليار جنيه بالمشروعات الجارية بالمشروعات اللي جاي والناس هتسكن على آخر السنة دي في في بشار الخير 3 إن شاء الله وخمسة في عشرين وعشرين عشرين وعشرين كل ده تنفيذ من المنطقة الشمالية العسكرية يعني كل ده طبعا طبعا بكده يبقى مفيش خلصنا من جزء العشوائيات في اسكندري أوه إن شاء الله اللي هي الشكل العمراني بتاعها سيء نعم فنطور بالحياة ونرجع اسكندري احنا بص الكلمة تعروس البحر كده الصورة قبل وبعد ما نعملها كمان الشاشة كلها الحقيقة واضحة تماما المشاهد دي قدر يشوف إنه الناس كانت عايشة إزاي مصريين وبعد ما إدى سيترس عبد الفتاح السيسي التعليمات بإن الناس دي لازم تعيش عايشة آدمية بقت إزاي وبقوا معايشين فين نتكلم في عمرات كبيرة آه تطاعتها كبيرة بصي أصلا صراف مساحات قد إيه أو يعني بلاش مساحات لا تقل عدد الغرف مصر عدد الغرف فيه اتنين فيه تلات غرف السكندريا فيها تلات غرف وفيه مشروعاتنا معظمها ما تقلش عن غرفتين أقل مساحة 63 متر بنعملها تمام تمام فإحنا يعني مشروعاتنا يعني عشان نستعيش صح طيب مزاي زمان كانت خد 30 متر أو خد أو نعمل سردور كده وقوض وحمامات مشاركة لا لا أو مساكن الإيواء أو الزلزال أو يعمل بلوك كده عبارة عن علبة وساكن الناس فيها لا 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 الموضوع ننظرة تانية خالص تمام والناس فاندم محافظين اللي سكنوا خلاص وربنا يمتعهم بالصحة كده يعني محافظين على المكان هل نتكلم عن القضية دي شوية لأنها يعني ايه بتجرح شوية في الواحد يعني بعض المشروعات أو ما يبدأ الناس ينقلوا فيها بيحاولوا يشوهوه وما بيحاولوا لكن بالإدارة الحازمة في المشروعات دي ما بشعيب أن يكون في إدارة حازمة ومصارمة عشان خطرهم عشان نحافظ على المشروع فدي في عقد موجود اللي بيخالف العقد ده بيعترف أنه لا يستحق وأعتقد أن الأطفال بعد ما تعيش في مكان قدمي وجميل زي ده حتحفظ عليه يعني مع الوقت المستهدف بتاعنا لهم الأطفال أيها السلوكيات الأطفال أولاً في البيئة الجديدة هيبقى مختلفة تماماً في البيئة دي وده اللي احنا عايزين نعم ترجمة نانسي قنقر